موسيقى الام هو الاصعب في الحياة لانه مش بقول ان الحاجات تتعوض لا ولا بقول ان الام ما تتعوضش مش دي القضية الحقيقة طبعا هي ما ما تتعوضش طبعا خالص لكن الام هي الكائن اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه عشان يحوطك يضلل عليك يعني يضلل عليك يحبك في المطلق صحيح يحبك ويحبك يعني احنا بنحب ولادنا حب يعني الاخر لكن الام حاجة تانية في سر في سر الهي لان حتى العلماء قالوا ست لما بيحصل الحاملة وبحصل الفتاة المفروض انها تنطب الشباك من الالم والوجع لكن تعيده تاني وتعيده تالت وتعيده رابع الاطفال تبقى كلها يعني بعياطه وتعارفين الناس كانت كمان بتربي زمانتش التربية شقة هي الضلة هي الحنان هي هي حاجة ما تقدرش توصفها مشاعر الامومة تجاه الابناء حاجة ما تقدرش توصفها يعني متدعيلك كده تحس انها مش بيتدعيلك ببقاها ولا بقلبها بتدعيلك بكلها كلها بتدعيلك هو بق مش يدعيلك يدعيلك هو بق مش صادق صادق طبعا انما الام حاجة تانية ام سيدنا قالك الجنة تحت اقدام الامهات وهو في هذا لا ينطق عن الهوى كل ما يتعلق بامور دين سيدنا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى في امور الدين كلها وهي الجنة تحت اقدامها لانه هي ده طبعا يعني وحي اللي بيقول لسيدنا محمد كده مش مش رأي من عند الرسول عليه الصلاة والسلام لا ان الجنة تحت ثم امك ثم امك ثم امك ثم ابوك ليها حاجة يعني ليها حاجة لما الحاجة دي بتضيع كاتم اللي ارحمها تقول لي يا دعت معايا شوية مش يقول بقى شباب بنجري وبنلعب وبنشتغل وعايزين نوصل وننجح وكده حتوعد حتوعد تدور عليها بعد كده مش هتلاقيه يعني امي ما كبرتش قوي كان عندها سبعين واحد سبعين سنة لما توفد لكن لا دعتها طبري يعني كبير انما يعني بدور عليها لغاية دلوقتي ان امي مهيتة تسعة وتسعين يعني النهاردة بقى لها ستاشر سبعاتاشر سنة لكن بدور عليها ومبقى تقنع عمليه طيب ما احنا بنقلط ما احنا بنقاد مين انما الام بنقادم تاني حاجة تانية حنان ايه وعاطف ايه وحنيت ايه واهتمام ايه يعني اقول لاخر الدنيا وما تكفيش يعني اقول لاخر الدنيا عشان كده ستنا لما يقولك امك ثم امك ثم امك يبقى الكلام ده عايز تأمل عايز تأمل جامد وما انا بحاول احل المشكلة بقول لها طرم ايه لو كانت لسه موجودة في موقف زيه ده كانت هتعمل ايه كانت هتعمل كذا 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 ده ممكن يكون مرهق بالنسبة لي ممكن ممكن يكون مكلف ممكن ممكن يكون ضد رغباتي ممكن بس نعمله شوف اللي تغرز فيك ايه شوف